كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ كان رحيم وشديد الرحمة في مخطئ بيجي وهو مش معترف بغلطه متبجح تماما ده لازم تقفله رحمة بي عشان توقفه عند حده انه بيبقى غير معترف غير مكترس لكن فيه اخر بيبقى اعترف واعترفته بذنبي وجاي متزلل معترف ده ما ينفعش تكسره لازم تحتويه وتحترم بشريته وتحترم ضعفه وتنقله القدام ما ينفعش اللي هو هو انت تاني هو انت كلام ما بتغلط بتقول انا اخر مرة هو انت كلام انت ما تتعلمش من خطأك لا ما ينفعش كده لان هو جاي معترف ده ينفع مع نموزج الاولاني اللي جاي متبجح غير معترف بذنبه لكن اللي جاي لك معترف لازم تحتويه والنبي صلى الله عليه وسلم اقر الخطأ على كل البشر كل بني ادم خطأ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعضوهم المستوى ده من الرحمة ما كانش في فكرة ان حض غلط فسامح فساعد فشجع لا ما كانش في كده كانش يعضوهم المستوى ده جاي النبي عشان يعرفهم الحال ده يعرفهم المستوى ده من الرحمة على من اخطأ واعترف عشان كده انت محتاج تعرف الاول لو انت كنت عايش مع النبي او النبي هو اللي عايش معاك صلى الله عليه وسلم واخطأته قدامه كتما شعره تجاهك تبقى عاملة ازاي احساسه بيك عامل ازاي محتاج تعرف ده وتتخيل ده عشان بعد كده تبتدي تتعامل بده مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع اصحابه فجاله حد قال له هلكت انا ضعت فالنبي رد عليه قال له ما تقولش كده اوعد تقول على نفسك كده فقال له احكي لي اللي حصل قال له وقعت على امرأتي في نهار رمضان ومش عارف اعمل ايه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتستطيع ان تعطيك رقبة يا تقدر تشتري عبد وتعطيقه لوجه الله قال لا قال اتستطيع ان تصوم ستين يوما فقال لا يعني قال له ان انا ما قدرتش اصلا اتملك نفسي في الامر ده في تلاتين يوم بتوع رمضان هذا رصوم ستين يوم متواصلين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتستطيع ان تطعم ستين مسكينة فقال لا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج له بعرق من تمر يعني خرج له بشوية تمر كده وقال له اعطيهم او تصدق بهم على فقراء المدينة فقال له والله لا اعلم احد بين لبتيها بين حدود المدينة يعني من هو افقر ومين فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسب قال له خذ واطعم اهلك خلاص خذهم انت وتصدق بيهم على اهلك فايه ده ايه رحمته بالمخطئ ده تخيلت بقى جاي وقعت في امر زي ده واصحاب النبي شايفين ان حد جيه وقع في امر زي ده واعترف اعترف بينها دي النبي صلى الله عليه وسلم بالخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم يديله في الاخر تمر ويرفع عنه التكليف ويديله الكفارة ولأ يرجع كمان لأهله بطمر بدأ يبقى فيه مستوى تاني خالص من الرحمة بمن اخطأ واطرف في قدر من الرحمة بيهم احترم بشريته انقله الحتة تانية ما ترجعش الورا اطلع بيه قدام طب الكفارة ايه هنعرف نعملها ولا لأ هساعدك عشان تعملها لكن ما ترجعش الورا سعيد بن جبير بيحكي لنا عن شاب بجي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للنبي هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت من فعل السيئة هذه كلها شفت حد عمل كل حاجة ما ترك منها كبيرة ولا صغيرة عمل كل حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله قال إذا يغفر الله لك فقال له تفعل حسنات وتترك السيئات يجعلهن الله كلهن لك حسنات قال غدراتي وفجراتي كل حاجة عملتها حاجات الكبيرة والحاجات الصغيرة كل حاجة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وغدراتك وفجراتك فيقوم الشاب ممسوك جدا وعد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وظل يكبر حتى توارى يعني فضل يكبر يكبر لحد ما اختفى عن بصرنا ما بقناش شايفينه أنتم متخيلين الموقف يعني شاب ييجي يعري نفسه يقول النبي أنا عملت كل حاجة ما فيش حاجة ما عملتهش النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مش أنت مسلم يقول له نعم قاله خلاص ربنا عز وجل يبدل سيئاتك حسنات طالما بتحافظ على الأعمال الكويسة وبتبعد عن الأعمال الوحشة بس كده بس كده فضل الشاب يكبر 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 ويكأنه بيقول النبي شكرا أنك عرفتني على ربنا الكريم عرفتني على ربنا الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج وكان جانبه الفضل ابن العباس ابن عمو وجات امرأة خسعمية بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس بيبصلها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدل رأسه يرجع إيه بالصلاة فالنبي إيه هذا الرسول فالنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده في المكان ده وهو رسول الله فقال له إيه بعدما الأمرأة مشت قال له يا عم رسول الله هذا موطن من ملك فيه بصره وسمعه وغفر له ما قالوش أنت بتعمله ده ما قالوش أنا جنبك ما قالوش ده إحنا محرمين ما قالوش إحنا في حتة طاهرة وإنت إزاي بتغيب وده مين وده ابن عم النبي حد يعني من الأكابر اللي هو الفضل ابن العباس وجنبه مين يعني بصحبة مين بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الجميل في الحكاية جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرجك من الخفرة مش بيسيبك فيها ما بيقولكش أنت وقعت في الحفرة لي أنت عملت كده لي هو أنت زي ما شفتش الحفرة لا هو بساعدك في أنك تخرج وتشوف هنقدر نتكمل إزاي طب اللي بعد كده إيه يشحنك بشحن إيجابي يديك المعلومة اللي اتطلعك لقدام اللي اتعرفك الحقيقة زي ما قال لي كده الابن عمه هذا يوم المالكة فيه سمعه وابصره وغفره لها يعني ركز في اللي بينفعك ما بكتوش على اللي حصل بص رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ يعني اوعوا تبقوا جلدين للي حواليكو ما فيش حد فينا معصوم بالعكس خليك زي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الرحمة بمن أخطأ وعطرف دائما بياخدهم من الحفرة لبرة طب تعالوا نشوف الكفارة ايه زي من وقع على امرأته في نهار رمضان طب الكفارة معيك طب ممكن نوفرها لك ممكن نساعدك اه طب يلا طب حاول لكن مش هل هو انت ازاي تعمل كده انت ازاي تعمل تقع الوقت دي هو انا كل مرة اخرجك هو انا كل مرة هعرفك وماله انت اهلي لذلك ان كان هو يستحق ان كان هو معترف ان كان هو مخطئ ومعترف فانت اهلي ان تكون رحيم به وتساعده وتعاونه انت اهلي للتباعث سنة في هذا الامر وفي هذا الباب رحمتك بمن اخطئ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالمخطئ ترجمة نانسي قنقر